أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوث الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيت في المملكة العربية السعودية اليوم من خلال طائرة مفخخة اعترضت هما قوات التحارف وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوث يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأن المملكة العربية السعودية كل لا يتجسل